دخل يسوع بركة بيت حزدة مكان معروف في أورشالين وسأل هذا المريض أتريد أن تبرأ قال واحد إلي 38 سنة عم بعاني في نفس المنطقة ومش بس بعاني من مرضه بعاني من الصراعات الدينية اللي كانت موجودة في المنطقة فالمنطقة هي منطقة الهيكل القريبة يعني من الهيكل وتخيل المجموعات الدينية عندك كان جماعة الصدقيين اللي منهم رئيس الكهنة وطبعا هذه الجماعة لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بالملايكة ولا تؤمن بالأرواح ولا حتى يعني وبتنكر المعجزات عندك جماعة الهيرودسيين هذول موالين لهيرودس تفرقش معهم شو الموجود في أورشالين عندك جماعة بيترددوا من فترة لفترة اللي هي جماعة السينيين اللي سكنوا عند بحر الميت اللي وين اكتشفوا مخطوطات قمران هذه الجماعة تركت أورشالين وآلة الدين كله فساد والدين أفيون الشعوب وكل هذه الأنظم الدينية في أورشالين فازدي خلينا احنا نكون نساك عايشين بوحدة في منطقة البحر الميت عندك جماعة الفرسيين اللي بيأمنوا كمان بالتقاليد ما عندهم مش اعتراض على هذا الموضوع موضوع البركة وتنظيم المرضى ولكن الأهم بالنسبة لهم تقليد تقليد الأبع عندك الجماعة اللي عاوزين يمشوا على أصول الدين مزبوط اللي هي جماعة الغيرين وهي الغيرين بيقول لك هذا كفر أصلا أنه يكون في بركة ويكون جماعة فيها فتتخيل أنا بحاول يعني أوريك الصورة صورة الصراع اللي موجود الصراع الديني السياسي اللي موجود حول الهيكل وحول البركة من ناحية قريبة من قلعة أنطونيا وين الولاة الرمان بيجو في الأعياد ومن ناحية تاني الهيكل وبكل النزاعات والصراعات الدينية والجدلات إلى آخرهم هذا كان موجود في هذه المنطقة وفجأة بيدخل شخص جليل شخص جميل شخص وديع مليان محبة على وجه مبين علامات الإحسان والشفقة والمحبة وبصوت هادئ وجميل بوجه سؤال أتريد أن تبرع المريض طبعا نعطيه العذر مش عارف مين اللي بيسأل لأنه أصلا إلو سنين موجود فكان جوابه نوع من الشكاية نوع من التزمر القاء اللوم على الآخرين ليس لي إنسان ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آتن يعني بحاول يزحف يعني لأنه مقعد بحاول يزحف تينط في هالبركة بينما أنا آتن ينزل قدامي أخر يا على الصورة القاتمة الصورة الحزينة الصورة المؤلمة من اليأس والبؤس والشقاء والوحدة اللي كان بعاني منها هذا المريض موسيقى